بسم الله الرحمن الرحيم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ازايكم عاملين ايه يا رب تكونوا بخير اهلا بكم في فيديو جديد على قناة تعلم سات النهاردة باذن الله موضوع حلقتنا بخصوص كامرات المرأبة والمعلومة اللي انا جاي اوضحها لحضراتكم في السريع بدون اطالة على حضراتكم وبدون ملل في الفيديو بسيطة جدا وفي ناس ممكن تفكر ان المعلومة دي معلومة تفهى لكن تأكد اكسم بالله في ناس فعلا متعرفهاش بس مش ناس فنيين لا ناس عاديين يعني ناس مستهلكين الجهاز الدي في ار اللي قدام حضراتكم ده انا حصل معايا موقف بعيد عن الموقف والرغي الكتير المهم ان في حد بيكلمني ومش فاهم ان الدي في ار ده لازم يكون راكب فيه هارد علشان يبدأ عملية التسجيل اللي انا جاي اوضحه لحضراتكم في الفيديو ده ان اي جهاز دي في ار خاص بقامرات المرأبة لازم يكون راكب جواه هارد للتخزين وطبعا الهارد ده بيكون زي هارد الكمبيوتر بالزبط يعني انت لو عندك هارد الكمبيوتر يشتغل معاك على قامرات المرأبة بدون اي مشكلة ده اللي حبيت اوضحه لحضراتكم لان الراجل يعني ما كانش عارف خالص ان الجهاز ده لازم يركب فيه هارد فحبيت اشارككم المعلومة لعل واحد بس مش عارف المعلومة فيستفاد خلصت حلقتنا وما تنسوناش بالاشتراك في القناة واللايك للفيديو وانتظرونا في كل ما هو جديد والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة